في كل قنينة غاز بوطان يتم اقتناؤها في السوق الوطنية تدفع الدولة ضعفي ما يدفعه المستهلك يقدر سعر قنينة من حجم 12 كيلوغرام مثلا بأربعة دولارات فقط بينما تصل قيمتها الحقيقية في بعض الأحيان إلى 13 دولار بفارق 9 دولار يغطيها صندوق الدعم إلى جانب سلسلة مواد أساسية كالقمح الليين والسكر هو قرار سليم من ناحية المنهجية ويتوافق ويتماشى مع السياسة الجديدة للدعم الاجتماعي خاصة بعد فرض آليات الدعم الاجتماعي الجديد ومن بعد البرامج المتعددة للدعم الاجتماعي التي فاقت ميزانيتها أزيد من 80 مليار درهم ولكن هذا القرار يسائل مجموعة من النقاط الأساسية فيما يتعلق بقدرة الحكومة على مراقبة الأسواق مقابل مقاربة تقليدية تقوم على دعم الدولة للمواد الأساسية حفاظا على توازن القدرة الشرائية للمستهلك اقتنع صانع القرار بجدول استغلال الأنجع لمقدرة صندوق المقاصة عبر توجيه دعم مالي مباشر للفئات الفقيرة وتمويل البرامج الاجتماعية مثل التغطية الصحية ودعم السكن وقد يكون صندوق الدعم كذلك ملاذا للحكومة لتمويل الزيادات التي أقرتها في رواتب الموظفين والأجراء ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي التخوفات المشروعة هو غياب إجراءات بواكبة كما حصل مع الأمر متعلق بالمحروقات غياب أيضا آليات لحماية قدرة الشرائية خاصة لدى طبقة المتوسطة الأمر هنا أن قطاع الغاز غير مرتبط أساسا باستعمال المنزل هو مرتبط باستعمال الفلاحي وباستعمال في الخدمات وعلى من القطاعات الأخرى كالصناعات البسيطة وبالتالي الأمر هنا ربما سيأتي بمخلفات وأطار الاجتماعية صعبة جدا مع الارتفاع المتصاعد لأسعار غاز البطان لتخفي فئة عريضة من المواطنين تخوفها من التضخم المحتمل حدوثه في أسعار عدد من الخدمات والمواد الأساسية المرتبط إنتاجها بشكل وثيق بغاز البطان ثم تقتناع حكومي بأن صندوق المقاصة يلتهم كل عام مليارات الدولارات من ميزانية الدولة دون أن ينعكس ذلك على أوضاع الفئات الهشة الأكثر استحقاقا للدعم لذلك تجري المراهنة على توزيع دعم مالي مباشر على الفئات الفقيرة وتيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية لتحسين عيش فئات عريضة من المجتمع عزيز فتحي سكاينيوز عربية الرباط ترجمة نانسي قنقر